وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز في مصر مع إمكانية النظر في التركيز على محافظات الوادي الجديد وقنى وسهاج وتقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة التي يجب الحفاظ عليها وخلال اجتماع الاستعراض الجهود المبدولة لتوطين صناعة الحرير في مصر كلف مدبولي وزارة التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج مائة طن من الحرير سنويا بما يسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة بالتعاون مع الوزرات المعنية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما أشار مدبولي إلى الجهود التي تبدلها الحكومة لتوطين مختلف الصناعات التي تحقق قيمة مضافة بما يسهم في زيادة الصادرات وفي توفير المزيد من فرص العمل